التسقيط في واحد من تعريفاته أنه شلوك مريض أو شلوك منحرف تمارسه القوى السياسية بعضها ضد البعض الآخر للاستئثار بمصلحة على حساب القانون هذا بعد 2003 أصبح عرفاً سياسياً وسلوكاً ومنهجاً وقاعدة تستخدمها هذه القوى التي تريد أن تستأثر حساب كيف تحصل هذه القصص؟ لماذا تحصل هذه القصص؟ كيف أشتغل عليك؟ كيف يعملون على بعضهم بالتسقيط؟ يجبوا لوليد زعيم نافذ صاحب سطوة عدة فصين مسلح عدة قيات أو قال للرئيس قال للوزير قال المتنفذ قال ليابا ذني ما لأتي هذا العقد إلي أو هذه الصفقة تبشرينيها أو هذه من حصتنا أو هذا مال فلان تبشرينيها هذا المنصب قال لي مثلاً يابا أنه هذا ما يسمح بها القانون قال لي شو للقانون؟ إحنا استوانا القانون وإحنا نعدل القانون إذا ما مشت هايلا الله كتابها عليه رجعوا أكو شبكات تواصل اجتماعي أكو ويتساب أكو غروبات أكو كذا طشت النوبة تدعوا جيوش وذبابة لكتروني ورصدوا له مئات الملايين بالمليارات من فلوس ولد الخايبة أو يمتلكون إذاعات تلفزيونات صحف نفوذ بالداخل ونفوذ بالخارج هذا صار صرنا نعرفة والأساليب هذه التي تتعامل بها القوى دائماً ما تغلفها بغلافات تحاول من خلالها أن تمرره علينا حسنا ما نزح منكم لكن واجبنا المهن والأخلاق يستدعي شيئين هو أولاً إظهار الحقيقة إلى الناس والشيء الثاني أننا نحاول أن نقول للجميع هذا خطأ وهذا سيهلككم أكثر مما أنتم عليه فانتبهوا إلى أنفسكم وأن منطق اللعبة الذي تلعبون به نحن نعرفه وندركه لذلك لا تعتقدوا أنكم تمارسون هذه الأساليب الشيطانية وأن كانت ضد بعضكم البعض لكن شراراتها ونارها نحن الذي نكتوي به وتتذكرون وصلت بينكم إلى حد استخدام السلاح وهذا ما نحذر منه في قادم الأيام اشتركوا في القناة